اشتركوا في القناة ومؤذن وثلاث صلبات وكان أتبعوه يقدسونه حتى إن قريش إن كتبت معاهدة مع محمد طلب منهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا له فلا نعرفه إلا رفما لي معمع وكانت قريش تشب بأن محمدا قد كان على التصال بمسلمة وسلق بعض تعاليمه منه ولكن محمد انقلب على مسلمة فلنتابع معا بالصد مسلمة الحنفي إذن من هو مسلمة الحنفي حسب كتاب مسلمة الحنفي قراءة في تاريخ محرم جاء تاريخ حمد حدد لولادة مسلمة الحنفي وإن قيل أنها سبقت ولادة عبدالله والدي رسول محمد وتكثر الروايات أنه عاش طويلا وهو أحد أحناف الجاهلية ومنهم حالد بن سنان وقصر من ساعدة وعبدالله بن منه لفيل وأمية اللؤة بالصب وصاف بن سياد ومحمد بن عبدالله والأعشاء والثبياني وعيره وكانوا كلا باجتهاده يدعو إلى عبادة الرحمن في اليمامة وصنعه مثالا لاحصا وإلى عبادة الله في مكة مثالا لاحصا أيضا وقال مسلم الحنفي في اليمام الواقع على سطر كوافل من مكة إلى معانئ الخليج بابادة الرحمن وجاهر بالنموة واتخذ مؤذنا هو عبدالله بن واحة فيؤذر قائلا أشهد أن مسلمة رسول الله ورفع كتابا عرفة بحسب المؤسسة الإسلامية باسمه برآن مسيمة وحيث قال فيه سمع الله لمن سمع وهو أمات وأحيا وإليه وانتهى وعنده أن الرحمن هو العالم وهو الرحيم والمعطي والقابل والباسط والمنجي والرازق والشاهد والملك واتخذ لدعوته سبيل التأثير منجا في الانتشار واستمالت لناحية الأحساء والبحرين وقطر وصنع حضورا في جبه الجزيرة العربية وستطاع بقدراته الدبلوماسية أن يستوعب من دفاعات عسكرية قوية وضخمة شنتها عليه باقي القبائل ومن أطهمها سجاخ بنت الحالز بن سويد لإفضاع اليمامة والرباب قبل التوجه نحو يثب وأفضاعها أيضا وكان السجاف وتفسير اسمها المستقيمة وتكن بأم صادر وقد جاهرت أيضا بالنبوة واتخذت مؤذنا وهو شيت ابن ربيع لؤذن فيقول أشهد أن سجاحا نبيت الله واستمالت الكثير من القبائل بالإضافة إلى تميمن وأخوالها في تظريب وغيرهم في ربيع وحتى سمالت بعض الشخصيات المسيحية من المساطر وعمل المنهجي في الانتشار النابض للسيف سأل مسلم اجتماعا بزجوع بالسجاح فأجابت له إليه ولم يصل من الاجتماع التاريخي بقرار لمؤسسة الإسلامية فيما بعد التي محت ماذا أعقب في هذا الاجتماع سوى أن النبي السجاف خرجت من الاجتماع وهي تلهجب بلموته مسلمة ثم تزوجته ويذكر التاريخ أيضا أن مسلم الداعي إلى عبادة الثلاثمان التقى في دعوته متنفرين لبعض أطمام الخنفاء القائلين بالدعوة لزوحة الله وعب في طريقهم بقوافرهم في المثلث الجغرافي من مكة إلى الطائف إلى يثب إلى أسواق وموانئ الخليج وذاته مسلمة قصد أسواق شف الجزيرة العربية المشهورة منها وأيضا قصد الأنبار والخيرة وعقاظ حيث اكتكث الأفكار واستعرض النبوءات والتخط الأعلام وتكتب الأفكار أن مسلم التقى النبي محمد بن عبدالله في مكة وهناك إشارات إلى الرقاءات جرت في أكسر المكان وعرض مسلمة أو مسلمة التحالف وذكر الحربي أن محمدا إن انتقى مسلمة عمله معاملة الإكرام على عادته في الإتلاف وعندما دفذ عليه وقال لنعود الرحمن اكتهمته قريش بالتلمذى على يد مسلم الحنفي من اليمامة المنافر السالي مكة مناطقيا ببناها ولا تزالوا ولا تزالوا تمتلئ بالعيون والأبار ومفترف معالي المياه وأكثر نخلا من الحجاز وبكونها مجتمعا مستقبرا تجاوز البداوة إذن ماذا؟ قالت قريش لمسلمة الحنفي أو لمحمد إن ذات الرحمن فقالت فلا نعرف إلا رحمن اليمامة وكانت قريش تشك بأن محمد قد كان عن اتصرا بمسلمة لاحظوا أصدقائي هنا التشابه بين كلمة مسلمون ومسيرمون ومن أهم السحابة يرتدوا عن الإسلام وعادوه ومفكا بالتفعيل الحنفي وقالت قريش لمحمد لما نزل الوفيه قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أو أدعو الله أو أدعو الرحمن أتجرم الرحمن الذي يذكره محمد وأكاهن باليمامة يفسدون مسلم وأن قريش قال ذك فوق إنما تذكروا مسلمة رحمن اليمامة وقد كانت تسمع بالرحمن حتى أن محمد عندما حجر إلى يسر رأى في التحالف مع اسم عدو من دعوات الرحمن وجوهروا هذا التحالف ليفدموه فنرى الآية التي تقول أدعو لله أو أدعو للرحمن التي تؤكد أن الدعوة إلى الله هي ذات الدعوة إلى الرحمن وأنهما يندرجان ضمن مفهوم التوحي الذي تم تأسيزه على يد أقطاب جيل أوري من الأحناف مثل قويسن وخالد وورقة وزيدون وغيره ويتابعا مؤلف جمال علي الحلاق مناشدا تصريح للإشارة والترميح بأن مثلا التي كانت فعالياته وخبوره الكبيرين في شبه جزيرة العربية لأكثر من خمسين عاما ويصرح أنه ثمت من يدس في تضاريس العالم تجاعده الخاصة ويصر على أنها تجاعد العالم عندما يتعرض على تاريخ شخص مثل النسطر الحنفي للتحليم فإنما تبقى من ولا يتعدى بقايا بتفين تمر عبر آلية التشويل متعمد كان قرآن مسلمة يقرأ في مجبر الجزيرة العربية حيث أن قال له أنصار من المساطر وهم من يعتبرون أن المسيح رسولا أو إنسان تجلث عظمته في أنه نبي يوحى إليه من السمع لتعرف أكثر عن المساطر أرجو منكم متابعة فيديوهات السابقة وانجذب المساطر إلى اعتقادي بسلمة أن الإنسان مخلوق على صورة ربي وبالتالي فإن مسلمة كان أقرب إلى ربي يسوع بينما اقترب أبو فحمد أكثر إلى ربي موسى أي إلى الأبيونية وعودتها إلى اليهودية خصوصا بعد فتح مكة وأولب رب الذي لا يعمل إلا بعدله ولا يتساهل في أقالف خدوري الرسمية التي أقرها وكانت القراءة شائعة عند عرب الجاهلية وأثبت الدفتور ناصر الدين الأسد أن الكتابة كانت شائعة عند عرب الجاهلية شيوعا يكفي لأنه ينفي عنهم ما الحقه بهم تاريخ الأدبي من واسمه بالجهل والأمية كانت أيضا في جوهره لحظة قراءة وكتابة وأضاف مسلمة النبي إلى صلاة الأخناف وهي صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها صلاة الثالثة هي صلاة الظور ومثل قسم نساعدة أيدي وعميب رؤى بالصوت الثقافي كذلك مسلمة لم يرى وجل بالتحريم في الاحتساء القليم والنظام من الحمر الذي لا يذهب العقل المحتسي على غير ما رأى زيد بن عمر بن الفيل والنبي محمد بن عبد الله وكما يذكر تاريخ الرسل والموري فإن مسلمة كان يعدمد المشاورة مع أصحابه في كل شاردة ووالدة حتى ظهر بمتابع كأنه المطبوع هو التابع والتابع هو المطبوع ولم يرد في كتب الأخبار أن مسلمة خارب قوما أو وزغزوة بل كان يسعى إلى التحالف ويؤثر التأثير من انتشار نفوذه ولنشر عبادة الرحمن ليس بالسيف بالدبلوماسية والإقناع تشابه مذهبه مع مذهب محمد بن عبد الله في مرحلة المكية حيث كان هناك لا إقراء في الدين وهو منهج كان سائداً في جب الجزيرة العربية فالتسامه شامن والكعبة مكرمة ذاتها ضمت كما في أخبار مكة تمثيلاً للمسيح ومريم وصوراً لإبراهيم وإسماعيل والدين كان في ذلك الوقت مسألة شخصية جداً والتدخل في شؤون الفرطية لم يكن واستساعاً لذلك لم يحارب حمد عندما ظهر في مك ويلوى على العاصب نوائل مجبر عمار بن الخطاب حين الأخيرة دخل في الإسلام قوله لقريش متذمرة رجل افطاله لنفسي أمراً ثماء لكم ولو وكاوف قريش ذاتها من قبل وكم ورد في حياة الصحابة تطالب أبا بكراً أن يوصل تعبده دون الإساءة للآخرين ولكن مثلاً أجبر أفيد على خوض ثلاثة حروب الدفاعية شنع علي المستمون بعد وفاة الرسول إبانا معرفة باسمه حروب الردة وسنناقش ذلك لاحقاً لأن الآن نركض على حياتي الرسول مع رسول محمد مع مسلمة إذن آخر القرآن كان يقرأ في المدينة حتى أن هناك كان قرآناً يقرأ من أطباع مسلمة حين دخلوا في الإسلام وقد نههم عنده ذلك إذا عمر وقام أفخيراً عبدالله بن مسود في الكوفة بإقلاف آخر نصوص مسلمة تدرى هذه النصوص وكيفها تشابهت مع نصوص أو قرآن واتبعوا آياته باسم الرحمن والوبذرات زرعاً والحاصدات حصداً والذاريات كمحاً والطاحنات طفلاً والخابزات خبزاً والثاردات ثرداً واللاقمات لقماً أهالة وسامناً لقد فضمتم على أهل الوبر ومع سبهكم أهل المدر بيسقون ثم نعوه والموتر فأعوه والباري وأثنه المفسر صفحة 22 والدباق لان يرد نصداته مع تريد كلمتهم بالذرعات إلى المبتيات وفي رواية أخرى والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزاً والثارد ثرداً والأقنات لقماً السيرة الحربية أيضاً نعو آية تبدأ إنا أعطيناك الجماهر فهد نفسك وبادر واحذر أن تحص أو تكاثر وفي رواية أخرى إنا أعطيناك الجواهر فصلي رب لربك وهاجر إنا مبتدك لرجل فاجر وفي رواية ثالثة إنا أعطيناك الكواثر فصلي لربك وبادر في الليالي الأوادر هامش السيرة الحربية في الصفحة إثنين وعشوين نعونا نلاحظ أن هناك تشابه بالأفكار حتى في أواخر إقاط الكلمات مع القرآن كيف اتصل محمد مسلمات خنفي بعد موت عبد الله ساتب عبدالو الطلب لن يعترف أعمام محمد به كأبن بعبد الله وذلك لأنه ورد بعد وفاة وفاة عبد الله بأربع ستين أيضا لم يعترف به أخواله وكانت أمه آمنة تعيش في منطقة يقال لها الأبواء وأطير لإمرأة من بري سعد من قبيلتها وازر فألحثت هذه المرأة وربته وأعطته وعطته اسم زوجها أبو كبشة فأصبح اسمه محمد بن أبي كبشة وأناك وناس الأخرون يقول كان اسمه قثم بن أبي كبشة وقثم لا معناته هو ليس للتصريف قثم هو اسم يعني الكريم وذلك يضحط قصة أساني البارية من أجل فصحة اللسان فكريش كانت لها لهشة فصيحة مع أنها كانت من العرب المستعربة وهوازنه أيضا كانت من العرب المستعربة فمنطقيا لم يأتكن نوازن بأفضل من جوة العربية في كريش أيضا لم نسمع أن أحد من الصحابة أو أبو بكر أو أمار أو أثمان أو علي قد أرسل إلى البادية لتعلم عربية خريش لها فصاحة وقد كتب القرآن بلهجته أفذته هذه المرأة وتدعى حليم السعادية وربته وأفطه اسم زوجها أبو كبشة كما قلت تخبر للسيرة إن حليم وزوجها أرادوا أن يرجعوا محمدا إلى أمه لما رأوه في غرابة في تصرفاته لكن أمنا قالت لهم إنه من أخف حملها أي أنه حملت كبلا وهو ليس أولاده وحيد على الأغلب حسب أبن التوزع الجغرافي كانت هوازن لقبيل القنه بحليم السعادية قبل الإسلام تتبع ديانة مسلمة وعن الأغلب أن محمدا ترعرع في كلفه هذه المعتقدة ولكن عندما أصبح محمد رسولا تمت هناك غزوة حين حيث غزى محمد هوازن وسبى لسائها وأطفاله وقتل الكثيرين وحتى أنه أجاز لأصحابه أن يطأوا النساء المتزوجات وقد كانوا قد تعففوا عن ذلك لأن العرب كانت لا فضعوا لساءا لهم أزواج طبعا رد الجميل لحليمة وزوجها برزوة سبيل قبيلتهم ولم يقبل إلا أن تدفع الأوال لإرجاع السرايا والأطفال ثم قال دعاي بن السر إن بلي سعد بن بكر مهوازن وهو الذين أرضعوا الرسول فقالوا يا رسول الله إنما في الحضائر يا عماتك وخالاتك وحواضنه ولو أن أرضعن الحارث بن أبي شمال الرساني وأن عمال بن المندن لرجونا عبطه وأنت خير مبطولي إذن ما معنى ذلك قال دعاي بن السر إن بلي سعد بن بكر من حوازن إن أرضعنك وأن من تأخذهم سبايا ثم من عماتك وخالاتك وحواضلك في الرباع فأرضعن أحد الأمراء كالحالة بن أبي شمال الرساني أو النعماء بن المردن وانت درجونا عطفه وكالا محمد يفكره الأعراب يسبب منا ربعا لأنهم كانوا يعرفونه وأنهم كانوا يلقبونه بفقثة من ابن أبي كبشة ولذلك من يصدق نبوهته إذن قال محمد في القرآن أو قال القرآن الأعراب أشد قفن ولفاء وأجدروا أن لا يعلم خرودا ما أنزل الله على رسوله والله علي منحكيه افتدت حوازن بعد موت محمد وتحالفوا بمع مسلمة بحرب اليمامة ولكن أعرابك قتل معظم رجانها في ما يسمى خروق ردة ولما فيها مجال آخر للبحر شكرا للتابع موسيقى